السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم يا أخواتي عاملين إيه يا رب داي من تكونوا بخير يلا خلونا نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وننزل نعمل لايك على الفيديو ده وإخواتي اللي لسه مشتركوش ياريت يشتركوا ويفعلوا الجرس ليأصلهم كل جديد بيبدأ فيلمنا في مقاطع الكندهار في أفغانستان لما عناصر مسلحة بيقدروا أنهم يوقعوا لقبتر ويقبضوا على اثنين اللي كانوا فيها واللي هم ري وجوني ويأتي واحد منهم ويأخذ السلسلة بتاعتهم ويبحث عنهم فبيلاقي أن ري مالوش أي أهمية لكن جوني ممكن يستفادوا منه وتاني يوم المسلحين بيحرقوا ري حاي وبنروح للندن وتحديدا السفارة الأمريكية واللي بينضم ليها كيت أبوت زبطة الأمن الجديدة وبيكتمع سام بالعاملين في السفارة ويعرفهم على كيت ويحذرهم من الإقبال الشديدي اللي يبقى عليهم الفترة دي خصوصا أن معظم الناس بتحب تسافر نيويورك علشان يقضوا احتفالية رأس السنة هناك وبتطلب كيت من الموظفين إنهم يبلغوها عن أي حد عاوز يسافر لنيويورك ومعاه خبرات علمية في الكيميويات أو الغاز وبيرجع كل واحد لشغله تاني طبيعي لحد ما بييجي الدور على طبيب ويأخذ الدكتوراه في الغازات الطبية اسمه بالن فبيتبلغ الموظفة كيت اللي بتيجي وتسأله أسئلة روتينية بس لما بتطلب منه أنها عاوز إيميل من الشركة الطبية اللي شغل فيها بييجي بالو يقطيعها لأنها طولت في الأسئلة معها شوية ولما بيتعرضوا على اللي عمله لأنه اتدخل في شغلها فبيرد عليها ويقول لها أن الناس لما بتتأخر بتفوت عليها الرحلة فبيتقدم شكاوي وهو على بعد شكوة واحدة ويتفصل من الشغل وبنعرف أن بلن ده فرض من المجموعة الإرهابية لما بيروح لرئيسه ويبلغه باللي حصل وأن فيه خبيرة أمن جديدة وبيديله الملف بتاعها وبيقول له أنها رفضت تديله التأشيرة وبياخد منه الملف ويوديه لناش وفي وسط انشغالها بالتحقيق من عوية بلن بتبحث كيت عن أشخاص تعالج طلبهم من الرفض للقبول وبتفكر كيت في زمائلها اللي فقدتهم في حادث 16 ستمبر لكن بترجع للشغل تاني وتعرف أن فيه أربع أشخاص غير بلن طلبهم اتغير من الرفض للقبول وبتتصل بزميلتها اللي بتقول لها أن بيل اتدخل علشان يعدلهم التأشيرة وبنروح لناش أو الساعاتي زي ما بيقول على نفسه اللي بيخرج من مغبأه وبياخد طوبة من قدامه ويبقى جواها مسحو متفجر وبيطلعوا من الطوبة ويجاهزوا في استوانات ويديد شخص مجهول وبتروح كيت للشركة الطبية اللي شغل فيها بلن وبتطلب من مدير الشركة مستر بيري الملف الأمني بتاعه لكن المدير بيرفض نهائي فبتروح لصديقها هاري اللي شغل معيها في السفارة وبتطلب منه ملفات التأشيرات بتاعت الشهر ده لكنه بيقول لها أنها ما معهاش تصريح فبتقول له أن باركر هو اللي باعتها فبيصدقها ويديها الملفات في شريحة ولما ترجع للصفارة بتلاقي الركيب اندرسون قاعد في مكتب سام مستنيها وبيسألها أنها ليه دخلت في حاجة مش اختصاصها وراحت تطلب من مدير شركة الأدوية الملف الأمني بتاع بلن وبيقول لها أنها كانت المفروض ترجع له هو بدل ما تروح تسأل عن ملف أمني في الشركة بنفسها وبيحاول سام يدفع عن كيت فبيقول له اندرسون أن مدير الشركة ميستر بيري اتصل به شخصيا علشان يشتكي من كيت لأنها كانت بتحقق معه من غير تصريح رسمي وكمان كانت عاوزة الملف الأمني للدكتور في الشركة وبتقطع كلامهم السفيرة الأمريكية اللي بدورها بتسألهم إلي يخلي وزير الداخلية بنفسه يتصل بيها وبعد ما اندرسون بيمشي بتحذرها السفيرة من صنع العدوات مع المناصب العالية خصوصا أنها لسه منقولة جديدة لهم في السفارة وهتقابل ناس زي دكتور بلن ده كتير وبعد ما يخلص الشغل بتروح كيت وزميلها المطعم علشان يحتفله بعيد ميلاد بيل ولما بتشوف كيت بيل بتستأذنه انها عاوزة تتكلم معاه لكن بينادي عليه موظف الأمن لانه سيب مكتبه مفتوح فبيعتذر لها بيل ويقول لها يطلع يقفل المكتب بتاعه وهيلحقهم في المطعم لكن بيكون قصد انه يسيب المكتب بتاعه مفتوح علشان يرجع تاني بحجة انه هيقفله والسفارة يكون ما فيهاش حد ويمسح ملفية دكتور بلن واربعة كمان من على جهاز كيت وفي المطعم بيظهر الشخص اللي اخد الاستوانات المتفجرة من الساعاتي وبيديها للعامل اللي في المطعم اللي كيت هتحتفل فيه مع زميلها بعيد ميلاد بيل وبيظهر الساعاتي جنب المطعم بس بعيد عن الكاميرات ولما بيدخلوا المطعم بيفتكروا انهم مجابوش هداية لبيل فبيتقول لهم كيت انها تخرج تجيب له هداية عنهم كلهم وبتخرج كيت من المطعم للمحل اللي قدامه وبتختار هداية وفي نفس الوقت بينزد الاكل اللي بيكون فيه المتفجرات على الترابيزة لزميل كيت وبيفجر الساعاتي المطعم عن بعد لكن كيت بتتصاب بس لانها كانت في المحل القريب من المطعم وبتبدأ تقوم وتشوف الساعاتي وتطلب منه المساعدة لكنه بيفجأها بانه بيخرج مسادسه وبيبقى عاوز يقتالها لكن قنبوبة الاكسوجين بتنفجر وتساعدها انها تهرب منه وبيكلم اللي مأجره وبيقوله انهم كلهم ماتوا معادة كيت وبنفهم هنا ان التفجير كان هدفه ان كيت وزميلها يموتوا فيه وبياخد الركيب اندرسون من مساعدته معلومات اكتر عن كيت وبيقول لها انها لو عايشة فهي هتبقى شهد اساسي في القضية وكمان مشتبه فيها بشكل كبير وبيأمرها انها تنزل صورتها ومعلومات عنها في القنوات الاخبارية وكمان تخلى اي حد يعرفها يبقى تحت المراقبة وخصوصا صديقتها المصورة ليسا وبيتكون سالي بترقب تحرقات كيت لسام من خلال المتعقب اللي بيبقى في سلسلة كل موظفين السفارة وبيظهر قدامها على الشاشة ان كيت بتتبع بورتيكول الطوارئ في السفارة ورايح المنطقة الامنية في المنتزة وهناك بتقابل بال اللي بياخدها بايد عن الناس ويطلع مسدس ويحاول يقتالها لكنها بتمنعه وبياتل نفسه بالغلط وبيطلع للناس وهو مضروب بالنار علشان الناس يصوره وهو مصاب بالنار وكيت مسكى المسدس وبيظهر الساعاتي تاني وبتهرب منه كيت للمرة التانية فبيروح الساعاتي لجوث ببيل ويسرق منها السلسلة بتاعته اللي فيها المتعقب وبيوصل سام لمكان الحدثة وبعد ما بيوصل اندرسون اللي بيبلغوا ان موقف كيت بقى صعب جدا خصوصا بعد ما النس صورتها وهي مسكى المسدس اللي تقتل بيه بيل وفي المغبأ بتاع الساعاتي بيجي له شخص اسمه تريفر وفي نفس الوقت سالي بيظهر لها على الشاشة مكان سلسلة بيل فبتبلغ سام فيروحها لهناك وفي مغبأ الساعاتي تريفر بيقدر انه يغير الشريحة اللي في السلسلة وبكده يبقى موقع السلسلة اللي مع الساعاتي محدش هيقدر يتبعها تاني وكمان خل الساعاتي يظهر له موقع اي حد معه سلسلة زي دي زي كيت طبعا وبعد ما تريفر بيخلص بيقتله ولما بيوصل سام هناك بيلاقي جسل تريفر بس وبنروح لزعيم العصابة اللي بيكون معاه بلن والساعاتي وبيفجر الساعاتي مبنى عن طريق انه ضرب بالقناصة خزان الغاز بتاع المبنى ده وفي محطة سانت بانكراس كيت بتقابل صديقتها ليسا اللي بيكون مرائبة اتنين تبع اندرسون لكن الساعاتي بيشتتهم عن طريق انه بيتكلم في الاسلك وبيقول ان فيكم بلع عند باب المحطة وبييجي سام للمحطة وكمان بيجي اندرسون والشرطة ولما بتاخد كيت من ليسا الفلوس بتهرب على طول وبيجري وراها سام واندرسون من ناحية والساعاتي من ناحية وبتحاول انها تهرب من الشرطة وتنجح في ده لكن بتظهر كنبيلة بدقائية جنبها وبتنفجر فبتقع على الارض ولما بيقرب منها الساعاتي علشان يقتلها بتصيبه بحديدة مكسورة على الارض وتجري وبتروح كيت بيت بيل علشان تعرف ايه اللي خليها يعمل كده وبتلاقي هناك سام اللي كان جاي علشان نفس اللي هي جاي عشانه ولما بيدوروا بيلائوا غرفة النوم مقفولة بقافل فبيستغربوا ويكسروا القافل ويلاقوا استوانات ولما بيشغلوها بتبقى فيديوهات لابن بيل المخطوف في افغانستان وجوني والمسلحين دول كانوا بيساوموا بيل بي يعني هو عمل كده لان الاصابة امرته بكده في سبيل انهم يحرروا ابنه وبيتصل سام برجالته لكن ما بيردوش لان الساعاتي قتلهم في العربية وانا بيحس سام ان الساعاتي جنبهم ولما بيجي يخرج القنبيلة اللي حطها الساعاتي على الباب بتنفجر فبينصاب سام اصابة جديدة لكن كيد بتقوم وتهرب من ضرب النار العشوائي عليها وبتتصل كيد بسالي وبتطلب تساعدها في انها تدخل السفارة وبتحاول تقنعها انها بريئة فبتوافق سالي وتقفل كل الكاميرات ولما بتدخل كيد السفارة بتجيب تأشيرة الدكتور بلان وتعرف ان الهجوم الارهاب الجديد هيبقى في نيويورك في احتفالات السنة الجديدة فعملت لها جواز صفر مزور وكيد بتستخدم جواز الصفر المزور وتسافر لنيويورك وبيملى بيه اللامبة اللي هي اتنور في منتصف الليل احتفالا بالسنة الجديدة ولما بيوصل وينزل بتشوفه كيد وترقبه وبيدخل فندق هو والساعاتي وكيد بتدخل بس بتهدد فرض الامن بالمسدس وبيستدعى فرض الامن الشرطة وعلى سطح الفندق بيكون عليه الساعاتي وبالان لكن بيقتل الساعاتي بالان وبيبدأ في العد التنازلي علشان يفجر الخزان بالقناصة الساعة 12 وفي اخر لحظة بتوصل كيت للسطح وبتحاول تمنعه من تفجير المبنى وبيحصل بينهم خناقة وبتقدر في الاخر كيت انها توقعه من على السطح لما الساعة تبقى 12 بالزبط وبتوصل الشرطة والبحث الجنائي لمكان الحادثة وبييجي تلفون لكيت وبيكون سيمي اللي بتفرح جدا انه لسه عايش وبيهنيها بالعملته لانها انقاذت اكتر من مليون شخص كانوا بيحتفلوا بالسنة الجديدة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم لو لسه ما عملتش لايك ياريت تنزل تعمل لايك واخواتي اللي لسه ما اشتركوش في القناة ياريت يشتركوا ويفعلوا الجرس لياصلهم كل جديد وكان معكم احمد اشرف اللي سجله وما ننساش يشام صلاح اللي منتجه وما تنسوش تعملو لنا فولو علي انستجرام وبس كده السلام